لدي تو مع شات مكراي التشريع الجديد لمجلة الصرف هل هو استحقاق في وقته أم جاء متأخرا البارح مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني وافق على قانون الصرف الجديد قانون الصرف هذا الذي قال عليه السيد رئيس الحكومة أنه سيحدث ثورة في مجال الصرف ومجال المالية ومجال الاستثمار ومجال العلاقات أيضا بين المواطن وكذلك القانون قانون الصرف في تونس الحقيقة يعود إلى سنة 1976 وأعيد النظر فيه مرة واحدة طوال تاريخه سنة 1993 من وقتها ابقى قانون الصرف غير متلائم مع ميكانيزمات الاقتصاد في تونس وفي العالم والمبادلات والتجارة والاستثمار وغيره وهذا يقول فيه الملاحظين وأهل الذكر وكذلك أهل الاختصاص من ضمن هالمراجعات اللي قال عليها رئيس الحكومة البارح أنها باش تحدث ثورة في القانون كيف ما قلنا من حيث المواكبة واعتبار مبدأ الإقامة غير محدد في هذا القانون أنه إنسان ما هوش يقيم في تونس ما هوش مشكل زادة تحدث أنه من تونس اللي مر من تونس ولا يجي سايح ولا يجي لفترة ولا يحب يستثمر ولا غيره عنده زادة ما فماش كل جانب العقوبات وكل يخليت فلوس دوفيس في يدك ولا عندك وغيره وهذه الحقيقة خلقت برشة إشكاليات شوفناهم حتى للتونس اللي عايشين لبرة ولا غيره أنه يجيب فلوس من برة يحاول باش يستثمر إذا به ولا يوسين وجيم ومنين جاك وكيفاش وما يستجيبش للقانون القانون يقولوا عليه الخبراء اللي هو متقادم الحقيقة من 76 وحتى كيف تراجع شوية لماما ولكن المرة هذه يبدو أنه القانون سيراجع ولا وقعت مراجعته في شكل ثورة هل ترى هذا وقته وإلا استبق قوانين وأحدثات أخرى وإلا هذا جاء متأخر ما نعرفوش ما زال هالقانون هذا باش يتحط في مدار التطبيق اليوم الكله على مستوى معنتها أكلام ولكن ما نعرفوش القانون هذا كيفاش باش ينجم يتحط ويتركز واشنية الاستحقاقات اللي بيش تكون فيها فائدة للمستثمرين وللاقتصاد خاصة متى تونس المهم أنه فم تشاركية بين المتدخلين في مجال المالية والبنك المركزي وكذلك كل الأطراف اللي لها علاقة ومصلحة مع قانون الصرف الجديد سواء كان مستثمرين سواء كان عابرين سواء كان المهم الذين يتعاملون مع هذا القانون الجديد عديد الخبراء لحقيقة تكلموا على قانون الصرف اللي تعود آخر تحيين له منذ 30 سنة وأن القانون نفسه يعود إلى 48 سنة خلت برشة تطورات ومتغيرات مواكب هاش القانون وقعدة كان نشوفه في القانون يتطبق بطريقة زجرية وما لناش انفتاح للقانون هذا أو للتشريع من أجل مواكبة ما يمكن مواكبته مع طبعا الكثير من الحذر من ربما المغالات ولكن المهم في هذا الكل أن التشريعات تكون شفافة هذا اللي يهم الناس الكل وما يكونش فما ما يسمى استغلال الثغرات في القانون اليوم فما قراءة لهالقانون تقول اللي باش يحدث تغيير في المجال المالي وسيحفز هذا القانون كل الاستثمارات الممكنة العابرة والاستثمارات الاستراتيجية ومتوسطة المداء وفما زادت تخفيف للقيود المفروضة على تحرك رأس المال عبر الحدود ولكن في إطار القانون والشفافية وتعزيز ديناميكية مطلوبة من زمان للمعاملات المالية فما زادت تخفيف من نظام العقوبات المرتبط بقانون الصرف في الحقيقة فما ببرشة عقوبات وهذا من شأنه أنه يحدث فعلا تحول باش ما نقولوش ثورة ما نستبقوش الأحداث ولكن تحول في المواكبة ولكن هل هذا يمشي معا ربما توجه الدولة التونسية الآن والنظام في تونس اللي هو يقول لك الانفتاح الكبير ما يلزمش يكون هذا اللي طوى باش نشوفه القانون وتطبيقه على المجالات هذية وكذلك ماذا بينا إذا كانت تكلم رئيس الحكومة البارح ومن خلال البيان اللي خرج البارح وتنشر اليوم أنه فما مفاهيم يلزم يبسطوها للناس وللمواطنين وللمستثمرين وللي يهمهم الأمر دونك هل البسطة هذه والتبسيط ماذا بينا يتم عن طريق وسيط اسمه الإعلام والصحافة